خناءة غير عادية ما بين محمد فؤاد واحد الاطباء بمستشفى عن شمس التخصصي سبب الخناءة ايه فيها روايتين اي الروايتين اصح ما نعرف احنا هنقول الروايتين وانسيب لوكوا انت تحكموا وتقولوا من وجهة نظركوا ايه ممكن الرواية اللي تكون اوقع وايه الصح وايه الغلط في الحوار ده طبعا كلنا عارفين الفترة الاخيرة الفنان محمد فؤاد المطرب المصري المعروف واللي عشنا على اغاني كتير اصيب في الفترة الاخيرة بشلل تسبب في يعني يعوجاج نص الوجه دياله فغير شوية من شكله ايه المهم في مبارح الساعة اربعة ونص الفجر تقريبا تعب اخو محمد فؤاد او جات له وعكة صحية واضطر يطلع بيه على مستشفى عن شمس التخصصي طلع على مستشفى عن شمس التخصصي وهنا بدأت الروايتين هنقول اول رواية الطبيب وبعد كده نقول الرواية اللي حكاها محمد فؤاد رواية الطبيب قال ان دخل اخو محمد فؤاد في حالة خطيرة محتاج لدعمتين في القلب فمحمد طبعا محمد فؤاد دخل قال لك الطبيب اتأخر ومفيش وقاعد يزعق ومش عارف ايه ودخل يسأل الطبيب في تخصصه يعني بيقول له ازاي وتعمل ايه وهتركب فين وبيتكلم معاه الدكتور قال له حضرتك هترتاح واحنا هنتعامل مع الموقف مع الحالة قال له احنا هنتعامل مع الحالة فزي ما تقول محمد فؤاد يعني ايه الطبيب ما هتمش به الاهتمام اللي هو عايزه كفنان انا محمد فؤاد انا مطرب انا طيب انت محمد فؤاد مطرب او مغني او او عندك روح باخوك بمستشفى خاصة هذا اللي عرفه انما انت رايح مستشفى عام عند شمس التخصصي يعني زيك زي اي مواطن هدي مستشفى حكومة بتعالج كل الناس سواسية بتتعامل مع كل الناس سواسية المهم اه الطبيب قال له حضرتك هترتاح ومش عارف ايه المهم قاعد يقول له بقى انت متعرف شنامين حتة تنامين بتاعتنا مصر قاعد انت بتعرفش انا مين انا بني مين انت بتعرفنيش ده انا هنعمل ده انا هنسوي دي الرواية اللي على كلام الطبيب اه الا استقبل حالة اخو محمد فؤاد في مستشفى عن شمس التخصصي كلموا الصحافة مع محمد فؤاد وسألوه كانت رواية مغيرة خالص للموضوع محمد فؤاد قال ان اخوه تعب برضو في نفس التوقيت وطلع به على مستشفى عن شمس تخصصي ولما دخل المستشفى قال لك تأخير في الكاشف تأخير في الكلام مع الطبيب المهم فلما راح يسأل الطبيب وتكلم معي يقول ان الطبيب بصله من فوق لتحت كده بصة غريبة بصة فيها استحقار وقال له انت ملكش دعوة احنا بنتعامل مع الحالة لو سمحت اطلع برة انت ما تعرفش انامين طبعا اطلع برة اطلع برة لدرجة ان في لقطة في الفيديو محمد فؤاد بيصور الطبيب وهو بيحاول يشد اه التليفون من ايد محمد فؤاد في النهاية سواء كانت في النهاية طبعا خده الحالة محمد فؤاد خد الاخوه طلع به على مستشفى خاصة يعني عمله العملية في مستشفى اخرى خاصة والطبيب اه قال ان محمد فؤاد اعتد عليه اثناء تأدية عمله وراح بالفعل عمل محضر او وكيل اعماله قالوا ان هما بعد ما يخلصوا حالة اخوه والعملية ويتطمنوا عليه هيروحوا كمان يعملوا محضر في الطبيب اللي في مستشفى عن شابسة خاصة اه في النهاية يا جماعا عايز اقول ان الطب او المستشفى الخاصة او المستشفى العامة كل حاجة لها تعامل خاص مش معنى انك انت مشهور او انت معروف او انت يعني يسبقك بقى عن الناس اه المفروض يتعامل معك شخصية معروفة وكفنان كويس ولكن النهاردة مش هسبقك انا عن واحد جاي قبليك مثلا او لان انتو عارفين يا جماعة عن المستشفى الحكومة في مصر المستشفى عن شمس تخصوصي حتى لو فيها قطاع بالفلوس ولكن تعتبر تعد مستشفى حكومة بيبقى فيها يعني اه العلاج اقتصادي ففيها ضغط كبير جدا وفيها ناس كتير جدا فالمفروض ان الطبيب يتعامل بمهنية مع كل الناس سواسية فعلا ما يفرقش اه فنان مشهور ولا بن مزيع ولا بن اه غفير ولا بن اه فقير المهم كله يتعالج سواسية كله بالتوقيت اللي دخلوه في النهاية مشاكل الفنانين اكيد ما بتنتهيش خاصة في مصر ولولنا رأيكم في التعليقات وايه اللي ممكن يخلي محمد فؤاد ينفعل هذا الانفعال غير انه اخوه تعبان هو منفعل داخل منفعل طبيعي جدا عشان اخوه تعبان وده حقه ولكن ما ذنب الطبيب ما ذنب الاطر الطبية اللي بتعالج الناس وصهرانة يعني اربعة ونص الفجر بيقولك انت متخيل اربعة ونص الفجر انت المفروض كنت نايم في بيتك له لانه حصل ازمة لاخوك قمت وجريت على المستشفى لقيت الطبيب في مكانه في عمله بيباشر اعماله مهما كنت مشهور مهما كنت عندك جماهير وقعدة جماهيرية وكلنا بنحبك كمطرب يعني عملتلنا الحب الحقيقي وعملتلنا غاني كتير جدا حلوة ما نقدرش ننساها ولكن لازم الناس تكون سواسية طبعا ما انت في مستشفى حكومة مش في مستشفى خاص عايز تتعامل كمحمد فؤاد الفنان المطرب والناس تجري حواليك روح المستشفيات الخاصة اكيد هتدفع فيهتموا بيك برضو مش هيهتموا بيك كونك فنان وصافي لأ هتدفع مقابل هذا الاهتمام ماديا تحياتي اتمنى الموضوع يخلص لان احنا فعلا بنحب محمد فؤاد واتمنى انه ما يكونش الموضوع اكبر او يكون فيه تعدي من محمد فؤاد على الطبيب لانه ممكن يصل للحبس لان انت بتتعدى على موظف اثناء تأدية عمل تحياتي